السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء محببا بكم في قناة مطبخ أميلا المراكشية لما نحطروا كيكا جد بسيطة الشكولات كيدي جي مصفجة ومديدة بطريقة ناجحة وحتى المقادر المنبوطة فقط من حتى جوج بيضات خليكم على المقادر وطريقة التحضير لا تنسوا ناجي اضغطوا على زر الأحمر أبوني ودعوا الإجاب نخرطوا في القناة سيتيالي ليوصلكم كل وصفات الجديدة بسم الله بالنسبة المقادر كما تتلاحظوا المقادر بساطة تساعدين خفيفة وكزية بسفجة هناك الرطب جوج الأكوة تقريبا 200 أجرام هناك بودرة للوز تقريبا 50 أجرام بالنسبة للبودرة تقريبا 50 أجرام وتحضير أو كوكو حسب الرضا أي مقصرة بالنسبة لكيكا لدينا معلقة كبيرة مرمزيا تقريبا 20 أجرام لدينا جوج الصاشي الخميرة 300 أجرام معلقة فانية السكر كوب إلا ربع ماء تقريبا 120 أجرام كوب حليب 20 مليل كوب إلا ربع ماء و جوج حبات البيض بسم الله بعدها نحن نستخدم هذا الميكسر يمكنك الخمسة على المقصرة من الرائعة كبيرة و خفيفة و يلقى رائعة زيت كوب الحليب و فانية سوف اضغط شوكولتة بودرة سوف نضغط شوكولتة المر ثم نضغط شوكولتة المر نضغط شوكولتة المر نضغط نضغط ثلاثة دقيقة نضغط شوكولتة المر ونضغط نضغط شوكولتة نضغط شوكولتة المرق نضغط نضغط شوكولتة أحضر الماء نحن نقوم بطلق نقوم بطلق نقوم بطلق لما يتحنه لا يوجد الماء و الأن يتحن من قوكا و لا يجب عليها حسب مقصر و لا يجب عليها بسم الله نأخذ هذا المول اي مول توفر عندكم بالنسبة لي دقائق 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 و نسخن و نقص الحرارة 180 و نرقبها نرقبها دقائق دقائق لأنها تدور 35 دقيقة لتنزل و نظل بسم الله نحاول دقائق الفران بسم الله ملقة صغيرة كاكامور ملوم السكر مالقة صغيرة سكون خشين فانية مالقة صغيرة مالقة صغيرة مالقة صغيرة مالقة صغيرة كاملها وضعها تقل فيها مالقا وضعها فتحرك نضعها مالقة صغيرة نضعها مالقة صغيرة لتضعها مالقة صغيرة مزجر مزجر يضيف حلوة نروح كل هذه الحاجة نضرب نوع مصدر نتجه أمر رائع شكل نهاية الكيكب كيف تلاحظون كيف تكون رائعة ومسفلة كانت ننا تعجبكم وغادي تعجبكم هي جنوبها وبخطج مغامر أصدقاء عليكم في الفيسبوك الواتساب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة